ازاي من شعراية واحدة بس منك تقدر تعرف تاريخ ابوك وتاريخ امك وتاريخ جدودك جد جد عاشوا فين وسافروا فين وتجوزوا مين وبيانات كتير جدا عنهم لا يمكن تتخيلها وكل ده من عيين الDNA واحدة طلع من شعراية منك مبدئيا لازم نتفق ان الDNA او الشفرة الوراسية هو ده الكتاب اللي موجود في كل خلية من خلية جسمك وفي كل المعلومات بتاعتك زي طولك شكل شعرك لون عينيك وكل تفصيلة منك حرفيا موجودة جواه ولكن انت تخيل مثلا ان الخلية اللي انت اساسا ما بتشوفهاش لو كانت بمساحة ملعب كرة قدم فالدين ايه هيبقى عبارة عن كرة صغيرة موجودة في النص فالجزء الصغير جدا ده هو اللي شايل كل المعلومات وما دام شايلة معلومات فاكيد مكتوبة بشفرة والشفرة دي مكونة من اربع حروف بيتكرروا حوالي تلاتة مليار مرة عشان يكتبوا كله صفاتك دين بتاعهم شبه بعضه وواحد في المية فقط من الدين ايه هو اللي مختلف وهو اللي بيخلق كل التنوع اللي موجود على الارض هو اللي بيخلل اليابانيين عنهم دايقة والافارقة شفايفهم ومناخرهم كبيرة والريدهيدز بيطلعوا حمار وحلوة بالطيخ ومش شرط الاختلاف ده يكون ظاهري او تكون شايفه ممكن يكون في حاجات ما بتشوفها زي مقدار حرق اكل السعرات مثلا هتلاقي واحد بياكل ويدخن وواحد تاني بياكل ويحرق لمجرد ان حظه الحلو جي في جيناته واحد اكده هيسأل طب والاختلاف ده بيحصل من ايه ده يا سيدي ممكن يحصل من اي حاجة ممكن مثلا من عوامل البيئة اللي انت عايش فيها زي الحر او البارد او المرتفعات وممكن انه يحصل بشكل طبيعي جدا نتيجة لنسخ المادة الوراسية من جيل لجيل اسناء النسخ ده وارد جدا تحصل اخطاء في الطباعة ومن المعطيات دي كلها تقدر انك تعرف طريق جدودك اللي انا قلتلك عليه في البداية لو افترضنا ان ادم وحوة كانوا ایا بشر عاشين على الارض وكانوا موجودين في افريقيا وبالتالي الدينة بتاحهم هو دينة الاوريجنال اللي ما فيه اي اختلافات افترض بقى انهم عاشوا وتكاثروا لمدة عشر اجياء في نفس المكان وبالتالي كل جيل بيزهر بيزيد في عدد الاختلافات عن الجيل اللي قبله لكن في النهاية اختلافاتهم دي بتكون قريبة سواء في العدد او في النوع لانهم عاشوا في نفس المكان وتجوزوا من بعض طب افترض بقى ان في جيل منهم ساب أفريقيا وراح أوروبا فأكيد هيتأثر بعوامل البيئة هناك وهيبقى موجود على الدين نيه بتاحهم التفارات أو الاختلافات اللي كانت موجودة في الجيل الرئيسي بجانب التفارات الجديدة اللي هتحصل لهم في أوروبا طب لو في جيل راح أسيا هيطلع لهم التفارات بتاع الجيل الرئيسي بجانب التفارات اللي هتحصل لهم في أسيا طب افترض بقى ان في حد من الجيل اللي راح أوروبا اتجوز حد من الجيل اللي راح أسيا فالDNA بتاعه هيبقى موجود عليه التفارات الجيل الرئيسي والتفارات اللي حصلت في أوروبا والتفارات اللي حصلت في أسيا وبالتالي زي ما قلت لك من عينة الDNA بتاعتك تقدر تحدد انت أصلك ايه وفي الغالب في الوقت الحالي هتطلع معك بنسب يعني ممكن تطلع بنسبة 70% أفريقي و20% أوروبي و10% أسياوي على حسب جدودك راحوا فين وتجاوزوا ازاي وما ينطبق عليك في الوقت الحالي ينطبق برضو على الحفريات اللي كانت موجودة في الماضي لو جي تحفر مثلا والقيت حفريات جثة معينة وأخدت منها عينة DNA فمن عدد التفارات نفسه هقدر أحدد هو تقريبا كان عايش من قد ايه ومن نوعية التفارات دي هقدر أحدد أصله وسافر فين وتجاوز مين وده البحث اللي وصل سفانت بابو لجائزة نوبل السنة دي أو سنة 2022 الرجل كان عاوز يعرف من البشر اللي عاشوا قبلنا وفي الماضي الصحيق ده كانت هجراتهم عاملة ازاي وكانوا بيتجوزوا مين بس كان كل هدفه ان يعرف الكلام ده عن طريق السجل الجيني مش السجل الحفري حلو نبتدي القصة بقى الحفريات بتقول ان الجنس بتاع البشر اللي عايشين دلوقتي واللي اسمه الهوموسابيانز أول ما ظهروا كان في أفريقيا من 300 ألف سنة ومن 70 ألف سنة الهوموسابيانز سابوا أفريقيا وراحوا للشرق الأوسط ومن الشرق الأوسط انتشروا في كل مكان في العالم أقرب جنس بشر يشبهنا اسمه النياندرتال وده ظهر في أوروبا وآسيا من 400 ألف سنة وفضل عايش هناك لحد 30 ألف سنة فاتت وغب اختفى بس اختفى ليه او انقرض ليه محدش يعرف بس كده في 40 ألف سنة من المفترض ان الجنسين عاشوا فيها مع بعض جوا أوروبا وآسيا وبالتالي اكيد حصل ما بينهم تفاعل فبابو قال ان افضل وسيلة تدرس بها التفاعل ده هو الجينات المشكلة ان الدين ايه او المادة الوراثية اللي هنلاقيها في اي حفرية هتكون متضمرة ولو كان فيها الامل فهتلاقيها مخلوطة بالمادة الوراثية بتاعت البكتيريا او الفطريات فالبسيطة في جزء من المادة الوراثية بيبقى موجود جوا الميتي كوندرية وده اولا مش هيبقى ملوس ثانيا اعداد الميتو كوندرية جوا الخلية بيكون كبير وبالتالي فرصة ان انا لقي عينا سليمة بتكون كبيرة وبدأ انه يجمع في عينات الميتو كوندرية من حفريات النيل النرتال لحد ما عارف الشفرة الوراثية اللي موجودة فيها بالكامل بس في اثناء الفترة دي بدأ انه يطور من التقنيات اللي بيستخدمها لحد ما قادر انه يبتكر طرق يستخرج بها الدين المتهالك من الحفريات وكمان يفصل منها اي مادة وراثية بتلوثها جامل فطريات او البكتيريا وفضل يجمع العينات دي لمدة تزيد عن العشرين سنة لحد ما عارف الشفرة الوراثية بتاعت النياندرثال بالكامل واول ما قارنهم بالبشر الحاليين او الهوموسابيانز لان البشر الحاليين خصوصا الاوروبيين والاسيويين فيهم جزء من المادة الوراثية بتاعت النياندرثال وبالتالي كده ما عادش فيه اي شك ان النياندرثال اتجوز الهوموسابيانز في الاربعين الف سنة اللي كانوا موجودين مع بعض فيها في اسيا اوروبا بس المفاجأة الكبيرة بقى كانت في 2008 لما لقى حفرية لعظمة صباع محفوظة في التلج كويس جدا في سيبيريا وبالتالي قرر انه يحلل المادة الوراثية بتاعتها فيفاجأ ان الدين اللي موجود جواها ما بيشبهش الاي دين ايه شافه في اي حفرية قبل كده وبالتالي ده جنس بشر جديد مختلف عن النياندرثال فسمه الدينيسوفا على اسم المكان اللي موجود جواه وزي ما عمل مع النياندرثال عمل مع الدينيسوفا قارن الدين بتاعه بالهوموسابيانز او البشر اللي موجودين حاليا فيفاجأ ان البشر اللي موجودين حاليا خصوصا الاسيويين في نسبة من جناتهم جام الدينيسوفا وبالتالي كده بقى واضح ان في الفترة اللي النياندرثال والهوموسابيانز كانوا بتجاوزوا بعض الدينيسوفا كان موجود وبتجاوز معاهم بس برغم ان ابحاث بابو قدرت انها تعرفنا مين جام نين وسافر فين وتجاوز مين الا اننا كده بقى معانا تلات انواع من الانسان كانوا موجودين في نفس الفترة اتنين منهم انقرضوا وواحد بس هو اللي كمل لكن هما انقرضوا ليه واشمعنا احنا اللي كملنا لسه احنا في انتظار بابو جديد عشان يحاول يقول لنا